بوريس جونسون رئيس الوزراء بريطانيا خلفاً لتريزا مي بحسب إعلان حزب المحافظين الذي فاز جونسون بزعامته كذلك فاز جونسون بحصوله على أكثر من 92 ألفاً من أصوات أعضاء حزب المحافظين مقابل ما يقرب من 47 ألف صوت لمنافسه وزير الخارجية الحالي جيرمي هانت حسب ما أعلنت لجنة الانتخابات بالحزب الحاكم جونسون الذي استقال من منصب وزير الخارجية احتجاجاً على سياسة تريزا مي فيما يتعلق بإدارة ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعهد في أول تصريحاته بعد الفوز بتحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي وتوحيد المملكة وهزيمة زعيم حزب العمال جيرمي كوربين تصريح لاقى موافقة من رئيسة الوزراء السابقة تريزا مي التي هنأت جونسون مؤكدة على دعمه من أجل تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بصورة تصب في صالح المملكة المتحدة وكذلك من أجل إبقاء جيرمي كوربين خارج الحكومة غير أن ردود الفعل على انتخاب جونسون لم تأتي كلها في سياق الترحيب فالنائبة في البرلمان البريطاني عن حزب بلايت كامري الويلزي سافلي روبيرتس وصفت جونسون بالمهرج مؤكدة أن فوزه سيجعل من انفصال ويلز عن المملكة المتحدة أمرا لا مفر منه لأن حزب المحافظين ألقى ببريطانيا في النار بانتخابه جونسون وفي الصياق ذاته أعربت رئيسة الحكومة في اسكتلندا نيكولاس سيرجيون عن مخاوفها ومخاوف الاسكتلنديين من آرائه متعهدة ببذل كل ما في وسعها للوقوف في وجه خطة جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق وهو الأمر الذي ترى سيرجيون أن عواقبه ستكون كارثية على اسكتلندا أما على صعيد المنطقة العربية وقضايا الشرق الأوسط فإن جونسون معروف بنزعته الصهيونية ودعمه الكامل للكيان الصهيوني وربما يكون ذلك ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التعبير عن إعجابه به معربا عن اعتقاده بأن جونسون سيقوم بعمل ممتاز